بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نصل اليوم إلى الدرس الأخير تقريبا الدرس الأخير بعده هناك ملف على المقاومة المغربية إذن هذا الدرس الأخير في مادة التاريخ في إطار برنامج الاجتماعيات للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي إذن عنوان هذا الدرس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة إذن أتعرف أهداف تعلمي تعرف المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة إبراز خصائص كل مرحلة وتحديد الإشراءات المتخدة خلالها لبناء الدولة المغربية الحديثة إدراك أهمية الاستمرارية في بناء الدولة المغربية الحديثة القائمة على الديمقراطية والتسامح إذن كتمهيد إشكالي شكلت سنة 1956 حدثا هاما في تاريخ المغرب فبالإضافة إلى الحصول على الاستقلال تم الشروع في بناء الدولة المغربية الحديثة عبر مراحل كبرى ما زالت مستمرة فما هي هذه المراحل؟ وفيما تجلت الإجراءات المتخدة لتحقيق ذلك إذن للإجابة عن هذه الأسئلة تأكمن في الأنشطة التعلمية إذن ننتقل إلى النشاط التعلمي الأول أتعرف المراحل الأولى في بناء الدولة المغربية الحديثة ما بين سنة 1956 و1962 وأستخرج أهم الإجراءات التي ميزتها إذن لدينا الوثيقة واحد خط زمني لأهم مراحل بناء الدولة المغربية الحديثة إذن الدولة المغربية الحديثة بعد الاستقلال في آهد السلطان سيدي محمد بن يوسف أي محمد الخامس إذن المرحلة الأولى ابتدأت من سنة 1940 يعني في آهد الحماية من سنة 1940 إلى سنة 1961 إذن المرحلة الأولى شهدت إصدار عملة مغربية وكذلك إصدار قوانين مغربية إذن تم إصدار عملة مغربية التي هي الدرهم المغربي وإصدار مجموعة من القوانين المغربية التي تؤثر الحياة في المملكة المغربية سنة 1961 تم إصدار يعني سنة 1950 طبعا استقلال المغرب استقلال المغرب بعد مخاض بعد نفي الملك الشرعي للبلاد وبعد حركة الفدائيين يعني تكلمنا عن ذلك في الدرس السابق إذن تم استقلال المغرب سنة 1956 يعني وكانت هناك يعني طبعا استكمال وحداء الترابية إذن بالتوازي مع ذلك يعني سنة 1961 تولى الملك الحسن الثاني والذي أصدر أول دستور أول دستور للمملكة سنة 1962 يعني كان أول دستور إذن في عهد الملك الحسن الثاني كانت المرحلة الثانية في بناء الدولة المغربية الحديثة إذن هذه المرحلة تميزت بأمور كثيرة تميزت بالمسيرة الخضراء سنة 1975 يعني كانت باكورة يعني ضم الصحراء المغربية بشكل رسمي نعم بشكل رسمي إذن استكمال وحدة ترابية إذن سنة 1975 المسيرة الخضراء التي على إذرها تم ضم العيون وإقليم وادي الدهب إقليم عفوا إقليم إقليم السقي الحمراء إقليم السقي الحمراء أما بالنسبة لإقليم وادي الدهب فتم ضمه سنة 1979 إذن المسيرة الخضراء يعني كانت حدثاً هاماً يعني كانت حدثاً هاماً تم الضم بعده حصل دمج الصحراء المغربية مع أرض الوطن إذن المرحلة الثانية كذلك أيضاً كانت فيها تحديثات تحديث مؤسسات الدولة بناء السدود يعني الملك الراحل حسن الثاني كان معروف بأنه باني السدود يعني بناء السدود نظراً لحاجات المغرب إلى السدود والي المياه كذلك تعزيز مبادئ الحرية العامة وحقوق الإنسان حصل تعديل للدستور يعني كانت هناك تعديلات للدستور سنة 1992 وكذلك سنة 1996 سنة 1990 كانت وفاة الملك الحسن الثاني وتولية الملك محمد السادس إذن مع الملك محمد السادس نحن نعيش الآن نحن نعيش المرحلة الثالثة من مرحلة بناء الدولة المغربية الحديثة المفهوم الجديد للسلطة إذن مع الملك محمد السادس حالياً إذن نحن نعيش المفهوم الجديد للسلطة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان الاهتمام بالجانب الاجتماعي التضامني وتم إصدار الدستور الجديد في 1 يوليوز سنة 2011 هذا الخط الزمني لأهم مراحل بناء الدولة المغربية الحديثة وتيقة جوج هي عبارة عن نص في يوم هذا العيد المبارك يصرنا أن نطلج صدرك بنبأي تأسيس جيش وطني تشرف عليه قيادة مغربية صرفة تعمل تحت أمرنا وترسم له خططه وأهدافه وبعد يومين بحول الله نستعرض النواة الأولى منه ليشهد كل مغربي مظهر السيادة ورمزاً من رموز العزة يعني إذن هذا النص هو من خطاب الملك محمد الخامس يوم 12 مايس سنة 1956 لكي يشهد تأسيس الجيش الوطني الوثيقة الثلاثة الصورة هي للعملة الوطنية المغربية هذه الصورة هي الفئة خمسة دراهم كما تلاحظون خمسة دراهم كانت عبارة عن ورقة الذي يملك هذه الورقة الآن ربما تسوي الكثير حالياً النقود القديمة تباع بشكل خاص الوثيقة الثلاثة هي خطاطة بعض القوانين الصادرة خلال المرحلة الأولى هذه المرحلة الأولى من سنة 1956 إلى سنة 1962 إذن في هذه المرحلة تم إصدار مدونة الأحوال الشخصية كذلك تم إصدار النظام الأساسي للوظيفة العمومية كذلك صدر القانون الجنائي وصدر قانون الشغل وقانون الحريات العامة إذن ألاحظ الوثائق ألاحظ الوثائق وأقرأ معطياتها ثم أحدد تاريخ تأسيس الجيش الوطني بالمغرب إذا الجيش الوطني بالمغرب تأسس مباشرة بعد الاستقلال تأسس مباشرة بعد الاستقلال لأن من الاستقلال الطبيعي استقلال الوطن ماذا يعني؟ يعني جلاء القوات الفرنسية يعني جلاء القوات الفرنسية وتعويضها بالقوات المغربية هذا هو المقصود الأساسي بالاستقلال أما مسألة التعاون بين البلدان التعاون الإداري والتعاون مختلف الأنشطة التي قد يكون فيها تعاون بين البلدان فهذا مسألة سارية بين مختلف البلدان في العالم بأسره لكن حصول الاستقلال وحصول السيادة الوطنية معناها أن القدرات العسكرية والأمنية هي للمغرب هذا هو الحصول الاستقلال جلاء القوات الفرنسية التي كانت تسيطر على مجموعة من المناطق وتشكل إهانة للإنسان المغربي إذن أحدد تاريخ تأسيس الجيش المغربي أسس سنة 1956 وهذا النص من الخطاب هو يؤرخ لهذا التأسيس إذن تاريخ تأسيس الجيش الوطني في المغرب هو سنة 1956 أسمي العملة المغربية وأحدد الجهة التي أصدرتها إذن العملة المغربية هي الدرهم المغربي يعني اسمها الدرهم المغربي يعني هذه أمسألة واضحة الجهة التي أسستها إنه بنك المغرب إذن أسسها بنك يعني أصدرها يعني أصدرها بنك المغرب أذكر بعض القوانين الصادرة خلال المرحلة الأولى سنة 1956 سنة 1962 إذن صدرت مجموعة من القوانين قانون الحرية العامة قانون الشغل قانون الجنائي نظام الأساسي الوظيفة العمومية وكذلك مدونة الأحوال الشخصية استخلص سؤال الأخير استخلص قيمة هذه الإجراءات في بناء الدولة المغربية الحديثة إذن طبعا هذه الإجراءات إجراءات أساسية يعني الاستقلال المالي الاستقلال العسكري إذن كل هذه الإجراءات تشكل استقلال مالي استقلال عسكري كذلك استقلال قضائي استقلال تشريعي يعني الأمة المغربية هي أمة متفردة عن الفرنسيين وغير ذلك إذن الاستقلال التشريعي والاستقلال القانوني والاستقلال الأمني والعسكري إذن كل هذه هي ضرورات ضرورات لتحقيق الاستقلال الوطني تأرورات لتحقيق الاستقلال الوطني إذن هنا تتجلى أهمية الإجراءات في بناء الدولة المغربية الحديثة ولقص تعلمي استنتج بعض مظاهر المرحلة الأولى في بناء الدولة المغربية الحديثة إذن من مظاهر التي ميزت المرحلة الأولى في بناء الدولة المغربية الحديثة يعني أولا قيام الجيش المغربي يعني قيام تأسيس الجيش الوطني المغربي كذلك إصدار عملة مغربية وهي الدرهم المغربي التي صدرت من بناء البنك المغربي يعني تم سكوها في المغرب في البنك المغربي كذلك إصدار مجموعة من القوانين التي تؤثر الحياة القانونية الشريعية للمغاربة كل هذه مميزة المرحلة الأولى في بناء الدولة المغربية ما بين 1950 و1962 لننتقل إلى النشاط التعلمي الثاني اكتشفوا المرحلة الثانية في بناء الدولة المغربية الحديثة ما بين 1962 و1968 وأحدد أهم الإجراءات المتخذة خلالها الوثيقة واحدة هي عبارة عن نص إصدار أول دستور مغربي يعهد هذا الدستور يعني دستور سنة 1962 أو يعد هذا الدستور سنة 1962 أول دستور مغربي ويتألف من تصدير ومن 12 بابا تتضمن 120 فصولا ويهدف إلى إبراز هوية المغرب باعتباره دولة إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي العربية كما اعتبر المغرب جزءا من المغرب الكبير وباعتباره دولة إفريقية فإنه قد جحل من بين أهدافه تحقيق الوحدة المغربية هذا النص لماليكة الصاروخ عن كتابها القانون أدو السوري صفحة 106-161 هذه الوثيقة الأولى الوثيقة جوج جدول أهم المخططات الاقتصادية بالمغرب إذن المغرب شهد منطق المخططات كما في الدول الاشتراكية يعني المغرب أيضا نهج هذا المنطق منطق المخططات إذن كان المخطط التنائي ما بين سنة 1958 و1956 أولوياته عبارة عن برامج تجهيز تم تحضيره باتباع طرق تجريبية كذلك يعني بعده كان هناك المخطط الخماسي ما بين سنة 1960 و1964 إصلاح الهياكل الزراعية وتنمية التعليم وتكوين الأطر والتصنيع والإصلاح الإداري كذلك عرف المخطط التلاتي ما بين 1965 و1967 تنمية وتحديث الفلاحة وكذلك تنمية السياحة وتكوين الأطر المخطط الخماسي ما بين 1968 و1962 يعني نفس الأولويات السابقة مع الاهتمام بالطابع الجهوي والمحلي للبرامج التنموية ومراقبة تنفيذ المخطط المخطط الخماسي ما بين سنة 1973 و1997 تعبئة كل الطاقات الإنتاجية للوصول إلى معدل تنمية أكبر ثم توزيع عادل لثمار النمو ثم بعد ذلك كان هناك المخطط الخماسي ما بين سنة 1978 و1980 عرف بين أوليوياته مراجعة قوانين الاستثمار تشجيع المقاولات الكبرى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة دعم الجماعات المحلية بالوسائل المالية والبشرية ثم بعد ذلك المخطط الخماسي ما بين سنة 1951 و1981 و1985 كان من أولوياته العمل على تقليص الفوارق الجهوية والدفاع عن وحدة التراب الوطني وأخيرا المخطط الخماسي ما بين سنة 1988 و1992 كان من أولوياته الاهتمام بالعالم القروي وتشجيع المبادرات الخاصة والمحافظة على الثروة الوطنية وإصلاح المؤسسات العمومية تندل وثيقة جوج الوثيقة ثلاثة تبين لنا جذول الأحزاب الاشتراكية الأكثر تمتيلا في مجلس النواب حسب الانتخابات التشريعية إذن الانتخابات التشريعية لسنة 1997 في ذلك الوقت كان الاتحاد الاشتراكي هو المتزعم ب57 مقعدا تبعه الاتحاد السوري ب50 مقعدا تجمع الوطني الأحرار 46 مقعدا الحركة الشعبية 40 مقعدا الحركة الديمقراطية الاجتماعية 32 مقعدا الحزب الاستقلال 32 مقعدا الحركة الوطنية الشعبية 19 مقعدا كذلك لدينا الوثيقة الرابعة هي نص مقتطف من كلمة الأمين العام للمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي 18-17 أبريل 1996 إذن النص يقول مما لا شك فيه أن الكل أصبح يتحدث عن الحوار الاجتماعي بوصفه لا فقط مظهرا حضاريا للعلاقات ما بين الأفراد والجماعات بل كذلك بوصفه الأسلوب الأمتل لفض النزاعات هذه النزاعات التي باتفاق الجميع قد ازدادت وسوف تزداد تفاقما ملموسا من حيث حجمها ونوعيتها نتيجة التغيرات الجدرية الطارئة على النظام الاقتصادي العالمي هذا النص أولاده الحاج الكوري القانون الاجتماعي المغربي يعني صدر بسنة 1997 إذن أغني رصيدي من المصطلحات والمفاهيم المخططات الاقتصادية هي برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتد على مدى زمن معين ثلاث سنوات أو خمس سنوات عرفها المغرب بعد الاستقلال وبشكل رسمي مع المخطط الخماسي الأول سنة 1964 إذن ألاحظ المبيان وأقرأ معطياته ثم أحدد تاريخ صدور أول دستور في المغرب إذن أول دستور في المغرب صدرها سنة 1962 أذكر أهم المخططات الاقتصادية وأحدد أولويات كل منها إذن هذا ما ذكرناه إذن هذه المخططات الاقتصادية يعني كما تلاحظون إذن كانت هناك مشموعة من المخططات مخططات خماسية وتلاتية وخماسية إذن هذه المخططات التي عرفها المغرب في هذه الفترة ما بين 1960 و1992 أسمي أهم الأحزاب السياسية في المغرب سنة 1997 إذن الأحزاب السياسية في المغرب سنة 1997 يعني كانت هي التحاد الشراكي التحاد الدستوري تجمع الوطني الأحرار الحركة الشعبية الحركة الديمقراطية الاجتماعية حزب الاستقلال والحركة الوطنية الشعبية إذن كانت هذه هي أهم الأحزاب السياسية في المغرب سنة 1997 أستخرج الأسباب التي فرضت اللجوء إلى الحوار الاجتماعي إذن من خلال النص يتبين لنا أن الأسباب التي فرضت اللجوء إلى الحوار الاجتماعي يعني ذلك لفض النزاعات يعني إذن هو الأسلوب الأمثل لفض النزاعات يعني فض النزاعات لأنها بدأت تتكاتر وبالتالي كان الحوار الاجتماعي أسلوبا حضاريا لفض النزاعات مختلف أنواع النزاعات الاجتماعية طبعا استغلصوا دور هذه الإجراءات في تدعيم بناء الدولة المغربية الحديثة إذن طبعا كانت المخططات الخماسية كان لها دور مهم وأساسي يعني في وقتها وفي زمنها يعني كانت مهمة ومفيدة جدا يعني لتحقيق بناء الدولة المغربية الحديثة يعني كل مخطط كان يركز على يعني كل مخطط من هذه المخططات يعني كان يركز على شق من مهم في بناء الدولة المغربية الحديثة إذن ألخص تعلمي أحدد الخصائص التي ميزت المرحلة الثانية في بناء الدولة المغربية الحديثة وأسجلها ضمن مكتسباتي إذن المرحلة الثانية في بناء الدولة المغربية عرفت نظام المخططات الاقتصادية يعني الحكومات المغربية المتعاقبة ركزت على نظام المخططات الخماسية وكل مخطط كانت له أولويات معينة ينبغي تحقيقها وكانت هذه المخططات كانت مفيدة في وقته يعني من أجل تنفيذ الأولويات المزمع تنفيذها يعني الدولة كانت فتية وكانت تحتاج إلى تثبيت مجموعة من المؤهلات في كل فترة من الفترات إذن كذلك عرفت هذه المرحلة دستور سنة 1962 الذي هو كان أول دستور مغربي يعني وكان دستوراً متميزاً في الواقع كذلك عرفت يعني عرفت هذه الفترة كذلك نهج أسلوب الحوار الاجتماعي يعني نهج أسلوب الحوار الاجتماعي ابتداء المساد 1996 يعني كان هناك حوار اجتماعي الحكومة نهج أسلوب الحوار الاجتماعي يعني مع النقابات يعني مع النقابات ومع المركزيات النقابية يعني من أجل فض مختلف النزاعات يعني كأسلوب حضاري للعلاقات بين الأفراد والجماعات والحكومة إذن هذا ما يكون قوله بالنسبة للنشاط التعلمي الثاني إذن لك لا أطل عليكم نتوقف هنا ونتابع في الجزء الثاني مع النشاط التعلمي الثالث دعا أشكركم على حسن تتبعيكم أتمنى أن يكون هذا العرض مفيداً لكم ونلتقي مع الجزء الثاني مع هذا النشاط التعلمي الثالث وفيه أبرز يعني وفيه سنبرز أهم إجراءات بناء الدولة المغربية الحديثة بعد 1998 وهذه هي المرحلة النتعية شواء الآن مع الملك محمد السادس نصره الله